من اربع سنين بنتها عربت على شاب الجواز وكانت مريضة وعمرها قصير وقالت له على الموضوع ده ولانها كانت غنية وفق انه هو يتجوزها علشان يورسها ويتجوزه وعاش معها في بيتها وكانت هي اللي بتصرف عليه وما كانش بيشتغل نهائي ومع ذلك كانت مبسوطة معاه بس الشاب كان بيحب بنت تانية وكانت زعلانة من وجوده معاها فضل معاها شهرين وكل يوم كان مستني موتها علشان يورسها ويتجوز البنت اللي بيحبها لحد ما في يوم حبيبته طلبت منه انه هو يموت مراته علشان تكون معاه وفعلا وافق على كلامها وقرر انه هو يموتها ولانه دماغه ما كانتش فيها شر خالص حبيبته هي اللي كانت بتخطط لكل حاجة في الوقت ده خططه انه هو يحط لها مخدرات في العصير لحد ما ترجع مدمنة وبعدين يدي لها كمية اكبر فتموت على طول من غير ما يكون وراهم اي دليل بعد كده لقاها بتتقلم قوي وبتطرم في حضنه وهي خايفة من الموت فتفاجئ وصابت عليه واخدها المستشفى ولما بقت كويسة روحوا البيت بس هو ما عرفش ينام في اليوم ده فتل صاحي جنبها بيتطمن عليها وكل شوية كان بيبوسها من خدها وتاني يوم حبيبته اتصلت به بس هو ما ردش عليها واول ما صحيت مراته من النوم كان محضر لها الفطار اللي هي بتحبه وطول الوقت كان بيدلاها ومراته تفجئت من تصرفاته وعد أسبوع على الموضوع ده وبعدين راح علشان يدور على شغل ولقى شغل براتب عالي وهو اللي بقى بيشتغل وبيصرف على البيت وما بقاش بياخد منها اي حاجة وطبعا كانت هي كل مرة بتحاول معها علشان تديه فلوس بس هو كل مرة كان بيرفض لحد ما في يوم تابت وراحت المستشفى ما كانتش قادرة تتنفس وكأنها بتموت في اليوم ده كان خايف عليها جدا والكل كانوا ملاحظين عليه ومرته بقت كويسة بس كل يوم كان خايف عليها انها تموت وتبعد عنه وبعد شهر اتصلت حبيبته به وقالت له لو ما طلقتش مراتك انا حروح له وحقول لها على كل حاجة وقال له خلاص انا حطلقها وراح عند مرته وقعد معها وقال لها انه هو حيطلقها ومن الصدمة اغمى عليها ولما فوقها مسكت فيه وطلبت منه انه هو ما يطلقهاش فقرر انه هو يحكي لها على كل حاجة وكان فاكر انها حتزعل منه بس هي نسكت كل الكلام ده وقالت له انت اللي رفضت موتني استغرب من كلامها وجاوبها قال لها انه هو بقى بيحبها ومش قادر يعيش من غيرها تاني يوم رحت عند اخوها علشان تتكلم معها وتصلحه لانه كان زعلان منها بسبب جوازها اللي كان رفضه ولما قالت له انه هو تغير وبقى بيشتغل وما بياخدش منها اي فلوس كان مبسوط قوي وقالت له على كل حاجة وتصحب معاه من غير ما يعرفه انه مرته تبقى اخته ولانه ما شفوش قبل كده فالموضوع كان سهل وبعض كذا مقابلات بينهم وصهرات لقاه فعلا بيحب اخته ورافض فكرة انه هو هي بعد عنهم لحد ما في يوم قالت له انه هي حامل في اليوم ده كان مبسوط جدا بس كان زعلان لانه الحامل ممكن يكون خطر على حياتها فاخدها في العربية وكان بيسوق بسرعة وهو رايح للدكتور اللي بيعالجها علشان يفهموا الموضوع بس في طريقها قالت له الحقيقة انه هي مش مريضة وكانت بتكذب عليه علشان يتجوزها لانها كانت بتحبه جدا واول ما عارف كان مبسوط جدا وكأنه الدنيا كلها ملكه فطلبت منه انه هو يروح معها عند اهلها علشان يتعرفوا عليه هو اول ما وصل وشاف اخوها اتصدم بس فهم اللعبة اللي حصلت عليه بس اللعبة عجبته لانه بسببها لقى حب الحقيقي مش الحب المزيف اللي كان فاكر انه هو حقيقي ومن يومها هو مبسوط مع مراته اللي معاها عارف امت الحياة اوقات بنضطر نكذب ونلعب لعبة عارفين ان النسبة نجاحة قليلة جدا ولكن المغامرة مطلوبة في كل حاجة انك تعافر علشان توصل ولكن تخسر افضل بكتير انك تخسر من قبل ما تدخل اللعبة اصلا